قال رئيس برناماني إقليم الكردستان الأسبق عدنان المفتي في حديثه لبرنامج المعادلة الذي يبث عبر شاشة واني نيوز اليوم السبت في تمام الساعة التاسعة مساء قال إن الاتحاد الوطني الكردستاني منذ تأسيسه وهو يحمل جذور الاختلاف السياسي لافتاً إلى حدوث انشقاقات بوجود الرئيس الراحل جلال طالباني يعني هو الاتحاد الوطني الكردستاني هو نشأ أصلاً يعني هو يحمل معه جذور الاختلاف السياسي لأنه من تيارات مختلفة تيار ماركس اللينيني كان وتيار استراكي ديمقراطي وتيار عام أيضاً لكن بوجود مام جلال كان يعني يمثل الوحدة الاتحاد وبنفس الوقت مع وجود مام جلال كانت الخلافات أيضاً واضحة وأحياناً الناس تنشق منا وترجع حركات صارت يعني لكن بعد مرض مام جلال طبعاً هذا صار أكثر طبعاً قبل مرض مام جلال أيضاً كان هناك خروج عدد كبير من قيادات الاتحاد الوطني وفي مكاتب بكتب السياسي وقيادة وشكلوا حركة التغيير نعم بعد ذلك طبعاً عدم نجاحنا في الإقليم في توحيد الحكومة وكما أشرت في بناء مؤسسات الإقليم يعني عدم توحيد السلطات الإدارية والقانونية والأمن والأسائش هذه كلتها كانت رد فائلها واضحة رد أفعالها واضحة على الخلاف داخل الاتحاد الوطني الكرستاني حتى نختصر الكلام أنه بعد المؤتمر الأخير مؤتمر الرابع هناك صار تغييرات وجيل جديد من الشباب جول القيادة ونحن اللي كنا المسؤولين في السابق أيضاً بقينا شكلياً في المجلس السياسي دعالة للاتحاد الوطني الكرستاني لكنه حسب النظام الداخلي أن الأمور التنفيذية بدي القيادة الجديدة وهذه القيادة ما نجحت في تقديم النموذج الأصلحة بينهم شكلوا الرئاسة المشتركة القيادة وهذه أملية رغم أنا طبعاً قلت معهم هذا في البداية عندما شكلوا أنه هذا خطأ ترجمة نانسي قنقر